أثار الخطاب الرئيسي الذي ألقاه الرئيس الصيني شي جيمبين في حوار قادة الصين وأفريقيا ردود فعلا إيجابية من جميع مناحي الحياة في أفريقيا وقدروا الإجراءات الهامة التي اقترح الرئيس شي للمساعدة في تكامل أفريقيا وتحديثها وأعربوا عن ثقتهم الراسخة بأن العلاقات الصينية الأفريقية ستتطور إلى مستوى أعلى أتفق ما مقاله الرئيس شي في خطابه بأنه من ضرورية تعزيز تطوير نظام دولي في تجاه أكثر عضلا ومعقولية لأنه لا يمكن دمان تنمية الاقتصادية والبيئة الصينية التي نسع إليها سوى في نظام دولي أكثر عضلا وأقلانية الحيمانة لا يمكن أن تؤدي إلى الخلافات والصراعات مجيء رئيس شي جيمبين إلى جنوب إفريقيا هو دعم لنا القادة الأفريق والصينيون يحترمون بعضهم البعض هذا يجعل من الممكن اتخاذ القرارات معا لتعزيز تامية في الصين وأفريقيا وجميع بلدان النامية المزيد من دول الجنوب العالمي تندم إلى آلية تعاون في بريكس وهذا يفضي إلى تامية وازدهار البلدان النامية والعالم بأسره لدي صداقة عميقة جدا مع رئيس شي لقد اجتمعنا مرات عديدة على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف على حد سواء يشرفني جدا أن أتبادل الأراء مع رئيس شي حول التعاون الصيني السنغالي والتعاون الصيني الإفريقي الرئيس شي صديق لإفريقيا ويسعدني أن أرى المزيد من البلدان تقترب من مجموعة بريكس وهذا يعبر عن توقعاتهم كما ستستمر آلية تعاون بريكس في التطور مع انضمام أعضاء جدد نحن بحاجة إلى زخم جديد وحوكمة جديدة وهذا ما يعنيه الجميع لدعم بريكس